انا منحاز للعالمين الجديدة طبعا مليه طيبا بص انا منحاز الحقيقة مش انحاز غير موضوعي وانحاز موضوعي جدا اي شيء جيد محترم معمول كويس في مصلحة الناس وبيوصل للناس ويشجع خلق الله ان هم يتبسطوا ويهيصوا ويبقى رايح لكل الطبقات هتلاقيني منحاز له يعني زي ما بيقولك كده على مهرجان العالمين الجديدة العالمين الجديدة بشكل عام كمدينة شبالها كنت بقولك ايه على الجو اللي بيتعملوا الكلام الفارغ بتاع شوية مطاعم وشوية بلاجات ما تسويش تلاتة مليم يتلتوا على الناس ويتنكوا عليهم ويوصلوهم لمراحل الحقيقة متدنية من التنازل لكن لما يبقى فيه عندي مدينة بهذا الشكل العالمي والمحترم معمولة بهذه الرؤية انها تروح لكل الناس فلا فرق ما بين غني ومتوسطه على قد حاله فيش فرق ما بين مين لابس كذا ومين لابس كذا لده ماركيته ايه ولده ماركيته ايه وكله لازم يتبسط ويبقى سعيد وفرحان وتبقى العيلة كلها جيدة لقد نبقى فرحان وفخور ومؤيد واساعد وانحز جدا اوي خالص وعليه لازم اكلم محمود جميل زميلي العزيزي بقى معايا على الهوى كده علشان يقول لنا ايه الاخبار عندك يا حودة مساء الخير يا يوسف وبرحب بيك طبعا وبرحب بكل السادة المشاهدين مشاهدي ومتابعي برنامج التاسعة في كل مكان الاخبار النهاردة حلوة بصراحة يعني لان النهاردة احنا في ازديات في عدد الزائرين يمكن عن امبارح من وقت ما كنت معاك على الهوى وبنتكلم عن الاعداد اللي موجودة فالحقيقة كل يوم الاعداد دي بتزيد وده المميز هنا في مدينة العالمين ويمكن ده طبعا سبب وهدف كبير من اهداف مهرجان العالمين الجديدة انه هو بيستهدف طبعا وجود ما يقرب من مليون زائر فالحقيقة الممشى السياح النهاردة بيستابل انا شايف قدامي عدد كبير جدا الناس موجودة القسر موجودة الاطفال كل الناس موجودة وكمان جنسيات عربية واجنبية فالحقيقة كل الناس مبسوطين وكمان اكتر حالة الجو الحقيقة هنا حلوة جدا في مدينة العالمين وخلينا اقول لك بقى ان يعني يمكن على شمالي بالزبط العالمين قرينا هنا دي المنطقة اللي بيتم التجهيز فيها دلوقتي لاستقبال الحفل الكبير واول حفلة هتكون من فعليات المهرجان حفل التامر حسني يمكن دلوقتي بيتم الاستعداد انا شايف قدامي الستيج بيتم تجهيزه البوابات بيتم تجهيزها كل حاجة هنا يمكن ادارة المهرجان شغلة على مدار اليوم وعلى مدار الساعة للانتهاء من كل الاستعدادات الخاصة بالمكان اللي هيستضيف حفل التامر حسني اللي هتكون ان شاء الله يوم الجمعة يوم واحد وعشرين وبالمناسبة دي موقع تذكرتي اعلن عن فتح ابواب طبعا الحجز لتذاكر حفل الفنام تامر حسني اللي هتكون يوم الجمعة فبالتالي كل الاستعدادات هنا بتتم على قدم وصاق لاستقبال الحفل خلينا اقول لك كمان ان احنا هنا في الممشى السياحي كل ما بنتكلم مع الناس يعني الناس طبعا حضروا الفعليات اللي كانت موجودة المهرجان العالمين فيما يتعلق بمباريات الجيل الزهبي والتيكبول ومبسوطين جدا بوجود كل الفعليات دي ومتشوقين ومتحمسين كمان ان هم يكملوا كل الفعليات الجاية وكمان عايز اقول لك ان الشواطئ كمان استعدت لاستقبال كل الزائرين وكل المصيفين احنا بنتكلم على موسم صيفي جميل جدا في مدينة العالمين الجديدة وبيستقبل كل الفئات العمرية وكل الفئات الاجتماعية اي حد يقدر ان هو ييجي هنا احنا الممشى هنا كل الخدمات الترفيهية موجودة عايز اقول لك كنت بعمل جولة كده في المول التجاري من شوية يوسف المول شكله جميل جدا تدخل كده بالليل هو مصمم على شكل السماء اللي بتديك الضوء مع طبعا بعض المناظر الجميلة اللي موجودة ففي اكتر من 350 علامة تجارية بتقدم كل خدمتها للمواطنين والزائرين عايز اقول لك كل الناس بتدخل بتصور كل الناس مبسوطة كل الناس هنا الحقيقة في اجواء مبهجة اجواء مفرحة الحقيقة في مدينة العالمين الجديدة خاصة ان احنا بنتكلم هنا طبعا ومن يعني امامنا ابراج العالمين ومن خلفنا كمان ابراج العالمين واحد الفنادق المشهورة فالحقيقة مدينة العالمين لازالت بتستقبل كل الزوار واحنا متوقعين ان خلال الايام الجاية انا بتكلم كنت معاك احنا بنتكلم في 24 ساعة الاعداد بتزيد فما بالك كمان بالايام اللي جاية لان احنا لسه عندنا فعاليات كتيرة جاية عندنا بطولة التجديف عندنا كرة الطائرة الشاطئية عندنا كمان البادل عندنا الجودو عندنا كمان هيكون فيه على الممشى السياحي ده بعض الفقرات الفنية اللي هتكون موجودة طبعا من قبل بعض الفرق السقافية والفنية اللي هتكون موجودة فاحنا بنتكلم ان احنا لسه فيه فعاليات تانية هتكون موجودة طبعا هتقدمها ادارة المهرجان والحقيقة يمكن مهرجان العالمين الجديدة بيأتي للتكامل مع نجاح الدولة في تحقيق المعجزة الكبيرة ووجود مدينة العالمين الجديدة بمساحة 48 ألف فدان بكل الخدمات اللي موجودة فيها بنتكلم عن منطقة الترفيهية بنتكلم عن المصرح الروماني بنتكلم على المول التجاري اللي موجود والبحيرات اللي موجودة وشاطئ البحر المتوسط الجميل عايز اقولك ان الناس كمان طول اليوم بيبقوا موجودين على الشاطئ يستمتعوا طبعا بالميا الجميلة والبحر اللي موجود وكل الخدمات الترفيهية اللي بتكون في اماكن اقامتهم وييجوا بقى على بالليل يطلعوا بقى في شوارع مدينة العالمين وفي الممشى السياحي وفي المنطقة الترفيهية كلهم بيستمتعوا بكل الخدمات الترفيهية اللي موجودة خاصة ان احنا عندنا يعني كل الفعاليات المتنوعة اللي بيحب الرياضة هيلاقي الفعاليات الرياضية موجودة وهيجي يستمتع بيها ويقدر ان هو يحضر في المكان اللي جهزته وإدارة المهرجان واللي شاهدنا فيه مباريات الجيل الزهبي ومباريات التيك بول وكانت موجودة عدد كبير من الجماهير والأسر واللي كان بيحب ان هو يشجع فريق معين اللي بيحب حسام غالي اللي بيحب عماد متعب اللي بيحب حزم إمام جمال حمزة كلهم كانوا بيجوا وبيشجعوا في أجواب مبهجة وحبسية واللي بيحب الفن يعني كان نفسي انا اللحظة احضر معاكم مباريات الجيل الزهبي دي حلوة حلاوة اعود اشكرك الاول يا محمود بجد والله يعني بيبقى سعيد جدا بوجودك معنا على الهوى في البرنامج وبعدين بيبقى سعيد اكتر بهذه الابسامة الساحرة الرائعة اللي بتديلي دايما امل في بكرة وبتفرحني اكتر بالعالمين شكرا جدا لك محمود